لكل منا هواية تجذبه لعالمه الخاص وشغفه والشاب مهند لحروب من دير سامت الواقع جنوب غرب الخليل اختار منذ الصغر أن ينمي موهبته في العزف على الآلات الموسيقية دون مساعدة أحد ليبدع بمعزوفاته وحسه الفني بدأت العزف من عمر 12 سنة تعلمت العزف أول إشي على لبيانو وصرت أعزف معزوفات أول إشي سهلة زي مثلا معزوفة أيدي الميلاد ومعزوفات سهلة التعلم يعني ضلت أطور في حالي وأستمر لحتى آخر ما توصلت لإله آخر ثلاث سنين اشتريت أورغ طبعا وصرت أتعلم عليه منيح مهند الذي لم يتجاوز العشرين عاما درسات خصص الوسائط المتعددة ما سعده في تطوير موهبته وإنتاج المزيد من المعزوفات الموسيقية الخاصة به دخلت خصص المالتي ميديا لأنه في منتاج الفيديو ومنتاج الصوت وهذه الشغلات حبيتها أنا أنا صغير صرت كنت أحب الصوت أحب أنه كنت أحقق ويعني بدي أحقق أنه حلم أصير هكي عندي أشتغل في استوديو تسجيل صوت ومنتاج فيديو وإشي زي هيك والتاني إشي عشان أربط بين الموسيقى وبين التخصص نفسه بدعم الأهل والأقارب وتأثيرهم الإيجابي استطاع الشاب مهند أن ينطلق بمعزوفات فيها من الجمال وصفاء الذهن والروح ما يكفي متمنيا أن يطور من مشروعه ويحقق المزيد من الإبداع في عالم الفن والموسيقى هذه المعزوفات الغنائية هي بمثابة جسر عبور للشاب مهند والذي يطمح أن يصل بموهبته للعالمية لفضاية النجاح على الجعبة الخليل